جسم الإنسان بيكون تحت تأثير وسيطرة جهازين بيتحكموا فيه الجهازين دول هما الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء الجهاز العصبي بينقسم إلى جهاز عصبي مركزي بيشمل كل من المخ والحبل الشوكي وجهاز عصبي طرفي بيشمل العصاب الطرفية وشرحنا الجهاز العصبي قبل كده بالتفصيل اللي بيميز الجهاز العصبي هو أنه بيتحكم في وظيف الجسم من خلال اتخاذ القرارات السريعة على سبيل المثال لو تلاسعت من النار اللي بياخد القرار السريع في عينك تشيل إيدك بسرعة هو الجهاز العصبي ولكن عيب الجهاز العصبي هو أنه بيتم استهلاكه بسرعة فمش بيستمر معاك بشكل دائم وهنا ييجي دور جهاز الغدد الصماء وهو اللي بيكمل شغل الجهاز العصبي ولكنه بطير بس مستمر يعني ايه الكلام ده؟ لو مثلاً كلب بيجري وراك جسمك محتاج أنه ياخد قرار سريع علشان يجري اللي بيتخذ قرار الجاري بسرعة هو الجهاز العصبي ولكن لو نفترض أن الكلب فضل يجري وراك لمدة ساعة الجهاز العصبي مش هيساعدك على استمرار الجاري وهنا بييجي دور جهاز الغدد الصماء وبيساعدك تجري لمدة ساعة وبيكمل معاك لأكتر مدة ممكنة وبالتالي الجهازين اللي بيتحكموا في وظائف الجسم المختلفة واحد سريع وغير مستمر وهو الجهاز العصبي وواحد بطيء ولكنه مستمر وهو جهاز الغدد الصماء والغدد بشكل عام في منها تلات أنواع غدد قنوية وغدد لا قنوية بنقول عليها غدد صماء وغدد مشتركة ما بين القنوية واللا قنوية الغدد القنوية هي غدد ذات إفراز خارجي يعني بتصب إفرازاتها خارج الدم لأنها بتحتوي على قنوات خاصة بيها والغدد القنوية ممكن تصب إفرازاتها داخل أو خارج الجسم داخل الجسم زي الغدد اللعبية اللي بتفرز اللعاب الخاص بيها في قنوات بتصب في تجويف الفم أو مثلا الغدد الهضمية اللي بتصب إفرازاتها على طول القنوة الهضمية والغدد القنوية ممكن تصب إفرازاتها خارج الجسم زي مثلا الغدد العرقية بتنيل إفرازاتها خلال قنوات خاصة بيها إلى خارج الجسم إنما الغدد اللاقنوية اللي هي الغدد الصماء دي غدد ملهاش قناة خاصة بيها وذات إفراز داخلي يعني بتسب إفرازاتها من الهرمونات في الدم مباشرة زي الغدد النخمية والغدد الدراقية وغيرها من الغدد اللي هنشرحهم بالتفصيل النهاردة النوع الثالث هو الغدد المشتركة أو المختلطة ودي غدد بتجمع ما بين الغدد القنوية والغدد الصماء يعني ليها إفراز خارجي في قنوات خاصة بيها وإفراز داخلي بتصب مباشرة في الدم زي مثلا البنكرياس اللي بيصب عصارته الهاضمة في قناة خاصة بيها وهي القناة البنكرياسية وبتنتقل عصارة البنكرياس إلى داخل الإسناعشة وبرضو البنكرياس ليه إفراز داخلي وهو هرمون الإنسولين والجلوكاجون وبرضو كمان من الغدد المختلطة عندنا الخصية يبقى كده تعالى نرتب أفكارنا واحدة واحدة احنا عندنا الغدد ثلاث أنواع اللي همنا فيهم هي الغدد الصماء والغدد الصماء هي عبارة عن غدد لا قنوية يعني ما لهاش قنوات وبالتالي بتصب إفرازاتها من الهرمونات في الدم مباشرة والهرمونات اللي بتفرزها الغدد الصماء هي عبارة عن مواد كيميائية عضوية بتتكون داخل الغدد اللا قنوية اللي هي الغدد الصماء وبرضو في الجزء الغير قنوي من الغدد المشتركة بيتم إفراز الهرمونات إلى الدم مباشرة علشان تنتقل عن طريق الدم إلى عدو آخر أو خلية أخرى بنقول عليهم العدو أو الخلية المستهدفة فبيأثر الهرمون على نمو أو وظيفة العدو المستهدف بالنسبة لتركيب الهرمونات فيه هرمونات بتتكون من مركبات بسيطة زي الأحماض الأمنية أو بتتكون من مواد دهنية اللي هي الليبيدات أو الاسترويدات وفيه هرمونات بتتكون من مركبات معقدة زي البروتين عدد الهرمونات اللي هندرسه بحوالي 26 هرمون تلاتة منهم بيتكونوا من أحماض أمنية وهم الأدرينالين والنور أدرينالين اللي هم هرمونات الطوارئ وبنضيف عليهم هرمون السيروكسيد والهرمونات الاسترويدية أو الدهنية هي كل الهرمونات اللي بيتم إفرصها من كشرة الغدة الكذرية وعددهم 7 هرمونات وهندرسهم بالتفصيل في القسم الخاص بهرمونات كشرة الغدة الكذرية يبقى كده بقى الهرمونات اللي احنا مقلناهمش بيتكونوا بشكل أساسي من البروتين بيتم إفراز الهرمونات بكميات وليلة جداً بتتقاس بوحدة المايكرو جرام علشان الهرمونات تقدر تكون بوظيفتها على أكمل وجه ولو الهرمونات حصل لها زيادة أو نقص بتسبب خلال في وظيفة الهرمون وبيظهر أعراض مرضية بتختلف من هرمون للتاني معظم الهرمونات بتكون من النوع المحفز بحيث أن تأثير أغلب الهرمونات بيسبب نشاط لأعضاء أو غدد تانية ولكن عدد قليل من الهرمونات بيكون لها تأثير عكسي يعني بتصبت أو بتقلل من نشاط أعضاء أو غدد تانية طيب تعالى دلوقتي نشوف أهم المساهمات في اكتشاف الهرمونات كان فيه عالم اسمه كلوت برنار سنة 1855 بدأ أنه هو يدرس وظيف الكبد فلاحظ أنه فيه سكر معقد متخزن في الكبد السكر ده هو الجلايكوجين والجلايكوجين اتكون نتيجة الجلوكوز الزايد عن حاجة الجسم فتخزن في الكبد والعضلات احنا عارفين لما بناكل أكل فيه كمية كبيرة من الجلوكوز ويبدأ أنه يزيد عن حاجة الجسم الجلوكوز الزيادة ده بيبدأ أنه يتخزن في الكبد والعضلات في صورة جلايكوجين لكن برنار ما كانش لسه عارف الكلام ده ولاحظ وجود الجلايكوجين متخزن في الكبد وخلاص فاعتبر أن الجلايكوجين المتخزن في الكبد هو إفراز داخلي للكبد يعني الكبد هو اللي بيفرزه وبيخزنه داخله فعلى عليه الإفراز الداخلي للكبد وده طبعا كلام مش مظبوط علميا ولكن كان لسه في بداية اكتشاف الهرمونات بعد كده لاحظ أن الكبد بيفرز عصارة اسمها الصفرة وبيخزنها في الحويصنة المرارية الموجودة تحت الكبد علشان لما الأكل يوصل إلى الـ 12 يصب عليها العصارة الصفروية دي فاعتبر أن الصفرة هي الإفراز الخارجي للكبد يبقى كده العالم كلود درنار اعتبر أن السكر المتخزن في الكبد اللي هو الجلايكوجين هو إفراز الكبد الداخلي والعصارة الصفروية هي إفرازه الخارجي بعد كده جي العالم ستارلينج ستارلينج أول من استخدم مصطلح هرمونات لاحظ ستارلينج أن البنكرياس بيفرز عصارته أول ما الطعام يوصل للـ 12 فكان التفسير الطبيعي اللي بيخلي البنكرياس يفرز العصارة الهضمة للـ 12 مباشرة بعد وصول الطعام هو وجود اتصال عصبي ما بين البنكرياس وغيره من الأعضاء زي الـ 12 ولكن الغريب أن ستارلينج بعد ما قطع كل الاتصالات العصبية ما بين البنكرياس وغيره من الأعضاء برضو لاحظ أن البنكرياس بيفرز العصارة الهضمة مباشرة بعد وصول الطعام للـ 12 فاستنتج ستارلينج أن فيه تنبيه تاني غير عصبي بيخلي البنكرياس بيفرز عصارته فتوصل بعد كده إلى أن أول ما الطعام يوصل للـ 12 الغشاء المخاطي اللي بيبطن الـ 12 بيفرز رسائل أو مواد كيميائية المواد الكيميائية دي بتمشي في الدم لحد ما توصل للبنكرياس عن طريق الدم وتبدأ أن هي تنبي البنكرياس لإفراز العصارة العظمة من هنا ستارلينج أطلق على الرسائل الكيميائية دي اسم الهرمونات بعد المقدمة دي تعال نعرف جهاز الغدد الصماء وكل غدة بالتفصيل داخل جسم الإنسان الغدد النخمية أو ما تسمع بتويتري جلاند بتعتبر الغدد النخمية هي سيدة الغدد أو المايسترو لأنها بتتحكم في جهاز الغدد الصماء من خلال الهرمونات اللي بتفرزها الهرمونات اللي بتفرزها الغدد النخمية بتأثر في إفراز معظم الغدد الصماء التانية وبالتالي بيطلق عليها اسم المايسترو أو سيدة الغدد من حيث المكان الغدد النخمية بتكون موجودة أسفل المغ وبتكون متصلة بمنطقة اسمها هيبو سلامس وهيبو يعني أسفل أو تحت وسلامس يعني المهات فالمنطقة اللي بتكون متصلة بيها الغدد النخمية اسمها هيبو سلامس يعني تحت المهات والغدد النخمية بتتكون من جزئين الجزئ الأمامي بيطلق عليه اسم الجزء الغدي والجزء الغدي بيتكون من الفص الأمامي وبيحتوي على فص صغير كده اسمه الفص الأوسط والجزء الثاني هو الجزء العصبي أو ما يسمى الجزء الخلفي الجزء الخلفي بيتكون من الفص الخلفي وجزء تاني اسمه الأمع أو العنق العصبية بتوصل ما بين الجزء العصبي ومنطقة تحت المهات الفص الأمامي للغدد النخمية اللي هو الجزء الغدي بيعتبر مكان لفراز الهرمونات إنما الفص الخلفي للغدد النخمية بيعتبر مكان تخزين للهرمونات اللي بتفرزها الخلايا العصبية المفرزة الموجودة في منطقة تحت المهات اللي هي عيبوس الماس الغدد النخمية بتفرز نوعين من الهرمونات هرمونات بيتم إفرازها من الجزء الغدي وهرمونات بيتم إفرازها من الجزء العصب تعالوا نشوفهم واحدة واحدة أول حاجة هرمونات الجزء الغدي الجزء الغدي في الغدة النخمية بيفرز هرمون النمو والهرمونات المنبهة للغدة أول حاجة هرمون النمو واللي اسمه جروس هرمون وافتصاره GH وظيفته إنه بيتحكم في عمليات الأيد وخاصة تصنيع البروتين وبالتالي بيتحكم في نمو الجسم عملية الأيد أو ما تسمى التمثيل الغذائي زي مثلاً لما الخالية تبقى محتاجة طاقة فتعمل أكسادة للجلوكوز اللي هي عملية التنفس الخلوي وبالتالي بتحصل على الطاقة من عملية التنفس الخلوي في الحالة دي بنقول عليها عملية هد أو مثلاً عملية تصنيع البروتين من الأحماض الأمانية زي مثلاً تصنيع الهرمونات والإنزيمات وبرضو في حالات النمو وتعويض الانسجة التنفسة أو في حالة بناء الجلايكوجين من الجلوكوز كل دي بنقول عليها عمليات بناء والهدم والبناء مع بعض بنقول عليهم عمليات الأيد كل العمليات دي بيتحكم فيها هرمون النمو يعني الهرمون اللي بيتطول العظم ويضخم العضلات هو هرمون النمو واللي بيتفرز من الجزء الغدي في الغدة النخمية والطبيعي إن جسم الإنسان بيفضل ينمو لحد سن البلوغ يعني حوالي 18 سنة لكن بعد كده بيبدأ يتوقف نمو الجسم وبالتالي بعد سن البلوغ أي زيادة في إفراز هرمون النمو بيسبب حالة اسمها أكروميجالي وأي ناص أو زيادة في إفراز الهرمون بيسبب حالة مرضية بتعتمد على المرحلة العمرية اللي حدث فيها الناص أو الزيادة دي فمثلا في سن الطفولة الناس في إفراز هرمون النمو في فترة الطفولة بيسبب حالة اسمها القزامة والزيادة في إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة بيسبب حالة اسمها العملكة إنما بعد مرحلة البلو زيادة الإفراز في هرمون النمو بتسبب حالة الأكرو ميجالي والحالة دي بتتميز بتجديد نمو الأجزاء البعيدة في العظام الطويلة زي مثلا الإيد والأقدام وأصابع الإيد أو الأقدام وتضخم عظام الوجه يبقى الفرع ما بين العملاقة والأكرو ميجالي هو أن العملاقة عبارة عن زيادة إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة والأكرو ميجالي هو زيادة إفراز هرمون النمو في سن البلو وطبعا القزمة عكس العملاقة نيجي بعد كده للهرمونات المنبهة للغودة واللي اسمها بتويتر تروبيك هرمونز ودي عبارة عن مجدوعة من الهرمونات بتأثر على نشاط بعض الغودة الصموة التانية وبتشمل أول هرمون هو هرمون المنبه للغودة الدراقية ويسمى سيروديستيميولوتينج هرمون واختصارهم TSH والهرمون ده بيحفز الغودة الدراقية علشان تفرز هرمونها اللي هو هرمون السيروكسيل تاني هرمون هو هرمون المنبه لكشرة الغودة الكذرية الغودة الكذرية أو ما تسمى الغودة فوقه كلوية بتحتوي على جزءين جزء اسمه نقاع داخلي وكشرة خارجية الهرمون اللي بينبه كشرة الغودة الكذرية اسمه أدرين كورتيكوتروبوك هرمون واختصاره ACTH تالي وظيفة الACTH هو انه بيحفز كشرة الغودة الكذرية لإفراز هرمونتها تالت هرمون معنا هو الهرمون المنبه لإفراز اللبن واللي اسمه برولاكتين والهرمون ده بيحفز انتاج اللبن في الغودة الساديية هرمون البرولاكتين بيحفز تكوين اللبن داخل الغودة الساديية ولكن اللي بيعمل على اندفاع أو خروج اللبن من الغودة هو هرمون تاني اسمه هرمون الأكسيتوسين رابع هرمون معنا هو الهرمونات المنبه للمناسل واللي اسمها جنادتروبوك هرمون ودي بتشمل هرمون الاف اس اتش واللي اسمه فوليكالستوميولاتينج هرمون يعني الهرمون المنبه لتكوين الحويصلة والهرمون التاني هو الهرمون المنبه لتكوين الجسم الأصفر واسمه لوتورايزنج هرمون واختصاره الهرمونات دي وظيفتها بتختلف على حسب الجنس يعني مثلا في الانسة هرمون الاف اس اتش بيعمل على نموم الحويصلات في المبيض وبيحولها الى حويصلة جراف انما هرمون الاف اس اتش في الزكر بيساعد على تكوين الاني بيبات المنوية ووظيفة الاني بيبات المنوية هي انها بتكون الحيوانات المنوية في الخصية في الزكر والهرمون المنبه لتكوين الجسم الأصفر اللي هو اله في الانسة بيعمل على انفجار حويصلة جراف وتكوين الجسم الأصفر انما اله في الزكر بيكون مسؤول عن تكوين الخلايا البيانية في الخصية وتنبيه الخلايا البيانية لإفراز هرمونات الزكورة اللي هي التستسترون والاندروستيرون كمان هرمون الالي اتش بنوع عليه الهرمون المصفر لأنه بيكون الجسم الأصفر انما هرمون الاف اس اتش بنوع عليه الهرمون المحوصل لأنه بيعمل على تكوين الحويصلات نيجي بعد كده لهرمونات الجزء العصبي اللي هو يوروهايبوفيسيز هرمونز هرمونات الجزء العصبي بيتم إفرازها من خلايا عصبية موجودة في منطقة تحت المهاد اللي هي هيبوسالمس والخلايا دي معروفة باسم الخلايا العصبية المفرزة وهي عبارة عن خلايا عصبية بتكون موجودة في منطقة تحت المهاد في المخ وبتكون بإفراز هرمونات الجزء العصبي من الغدة النخمية اللي يتوصلها بعد كده للفص الخلفي للغدة النخمية يبقى كده بيتم تصنيع هرمونات الجزء العصبي للغدة النخمية بواسطة الخلايا العصبية المفرزة في منطقة تحت المهاد وبعد ما تصنع الهرمونات بتنقلها الخلايا العصبية بواسطة المحاور الخاصة بيها إلى الجزء الغدي اللي هو الفاص الخلف علشان يتم تخزينها بداخله وأول هيرمون معنا من هيرمونات الجزء الغدي هو الهيرمون المضاد لإضرار البول Antidyrotic Hormone واللي اختصاره ADH وبنقول عليه برضو الهيرمون القابض اللوعية الدموية Phazobrasin Hormone واللي اختصاره VH وظيفة ADH هو أنه بيعمل على تقليل كمية البول عن طريق إعادة امتصاص الماء من نفرونات الكليتين إلى الدم إحنا عندنا الكليتين بتحتوي على حاجة اسمها نفرونات دور النفرونات هو أنها بتمتص المية الموجودة في البول وترجعه للدم فهيرمون الـADH بيحفز النفرونات على امتصاص المية وبالتالي بيعمل على تقليل كمية البول هيرمون الـADH معروف باسم الهيرمون الموسمي لأنه بيزيد إفرازه في الصيف وبيقل في الشتاء علشان إحنا بنفقد مية كتيرة في الصيف فهو بيعوض الفقد ده من خلال إعادة امتصاص الماء في النفرونات وبالتالي في مرض اسمه مرض السكلي الكذب وده بيحصل عند حدوث خلال في الخلايا العصبية المفرزة للغدة النخمية بسبب نقص إفراز هيرمون الـADH وبالتالي بيسبب عدم قدرة نفرونات الكلي على إعادة امتصاص المية فبيتم إخراج كمية كبيرة من البول يعني بتحصل حالة تعدد مرات التبول وده بيخلي الشخص دايما بيشعر بالعطش الدائم وده الأعراض اللي بتكون مساحبة لمرض البول السكري برضو هيرمون الـADH بيعرف باسم الهيرمون القابض لوعيع الدموية فازوبريزن هيرمون ومن الاسم الثاني هيرمون الفازوبريزن بيسبب انقباط الشرايين وبالتالي بيعمل على رفع ضغط الدم يبقى كده منلاحظ ان هيرمون الـADH هو هيرمون بيأثر على نسجين مختلفين وهم الكليا والأوعية الدموية نجي بعد كده للهيرمون التاني من هيرمونات الجزء العصبي في الغدة النقامية وهو الهيرمون المنبه لعضلات الرحم واللي اسمه أكسيتوسين هرمون وظيفة الأكسيتوسين هو انه لنلاقة مباشرة بعملية تنظيم تقنلصات الرحم وبيزيتها بشدة أثناء عملية الولادة علشان يتم إخراج الجنين وده السبب اللي بيخلي الأطباء يستخدمون في إصراع عمليات الولادة تاني حاجة هو انه بيحفز اندفاع أو نزول الحليب من الغدد اللبنية بعد الولادة استجابة عملية الرضاعة الغدة الدراقية واللي اسمها سيرويد جيلند والمعروفة برضو باسم غدة النشاط غدة النشاط لأنها مسؤولة عن إفراز هيرمون السيروكسين المسؤول عن نشاط جسم الإنسان الغدة الدراقية بتكون موجودة في الجزء الأمامي من الرقبة والليسنط Frost وبتكون متصلة بالقصبة الهوائية وهي عبارة عن غدة حويصلية لونها بيكون محمل بسبب احتواها على عدد كبير من الشعيرات الدموية بتتكون الغدة الدراقية من فصين بيفصل ما بينهم برزخ وبنقدر نشوف البرزخ في المنظر الأمامي للغدة الدراقية لأنه بيوصل ما بين الفصين من الأمام لكن في المنظر الخلفي ما فيش حاجة بتوصل ما بينهم فما بنقدرش نشوف البرزخ ولكن بنلاحظ وجود القصبة الهوائية وظيفة الغدة الدراقية هي أنها بتفرز هيرمونين مهمين جدا لجسم الإنسان الهيرمون الأول هو هيرمون الكالسيتونين والهيرمون الثاني هو هيرمون السيروكسين هيرمون الكالسيتونين وظيفته هو أنه بيعمل على تقليل نسبة كالسان في الدم وبيمنع سحبه من العظام الكالسيتونين بيسحب الكالسان من الدم وبينقله للعظام ودي عكس وظيفة هيرمون البراسيرمون اللي بتفرزه الغدد الجارات الدراقية يبقى وظيفة الكالسيتونين والبراسيرمون هي تنظيم نسبة الكالسان في الدم والعظام فالكالسيتونين لو زاد عن معدله الطبيعي بتقلي نسبة الكالسان في الدم وعضلات الجسم بتحتاج الكالسان في تنظيم انكباطها وانبساطها ولو قلت نسبة الكالسان في الدم ممكن يحصل تشنج عضلي يبقى من أحد أسباب التشنجات العضلية هو زيادة إفراز الكالسيتونين في الغدد الدراقية نيجي بعد كده لهيرمون السيروكسيني المكون الأساسي لهيرمون السيروكسين هو عنصر نيول وهيرمون السيروكسين هو الهيرمون المسؤول عن نشاط الجسم لأنه ليه عدة وظايا أهمها أنه بيعمل على نمو وتطور القوى العقلية والبدنية وبيأثر على معدل القيد الأساسي ويتحكم فيه وبالتالي عملية حر الجلوكوز في الميتوكوندريا علشان تنتج طاقة يتم تخزينها في جزئيات الـ ATP العملية دي اسمها عملية التنفس الخلوي اللي بيأثر على معدل العملية دي هو هيرمون السيروكسين يعني الطاقة اللي بتحتاجها الخلايا علشان تقدر تكون بوظيفتها المسؤول عن انتاجها هو هيرمون السيروكسين تالية حاجة بيعملها السيروكسين هو أنه بيحفز امتصاص السكريات الأحدية من القناة الهضمية رابح حاجة هو أنه بيحافز على سلامة الجلد والشعر وبيتم إفراز السيروكسين من الغدة الدراقية بعد ما يتم تحفزها من خلال هيرمون TSH اللي هو سيرويد ستميوليتينج هرمون الهيرمون المحفز للغدة الدراقية واللي بيتم إفرازه من خلال الفص الأمامي للغدة النخمية عادة بيتم تنظيم المعدل الطبيعي لإفراز الهيرمونات وفقا لآلية اسمها آلية التخزية الراجعة السلبية والآلية دي بتوضح أنه لما بينخفض مستوى الهيرمون في الدم عن مستوى الطبيعي بيحفز الغدة الدراقية اللي بتفرز الهيرمون ده على زيادة إفرازه ولما بيزيد مستوى في الدم عن المعدل الطبيعي برضو بيحفز الغدة الدراقية أنه يتخفض من مستوى إفرازه وآلية التخزية الراجعة السلبية بيتم توضحها من خلال هيرمون TSH اللي بيتم إفرازه من الغدة النخمية وهيرمون السيروكسين اللي بيتم إفرازه من الغدة الدراقية فبنلاحظ لما بينخفض مستوى هيرمون السيروكسين في الدم عن المعدل الطبيعي بيتم تحفيز الفص الأمامي للغدة النخمية على إفراز هيرمون TSH علشان بعد كي يتم تحفيز الغدة الدراقية على إفراز هيرمون السيروكسين وبالتالي بنلاحظ أنه لما يحصل انخفاض في كل من هيرمون TSH وهيرمون السيروكسين السبب بيرجع إلى خلل في الفص الأمامي للغدة النخمية إنما لما يحصل انخفاض في TSH وارتفاع السيروكسين سببه بيكون خلل في الغدة الدراقية وبرضو لو حصل الارتفاع في TSH وانخفاض في السيروكسين بيكون برضو سببه خلل في الغدة الدراقية وأمراض الغدة الدراقية بتنشأ نتيجة نقص أو زيادة إفراز الغدة الدراقية لهيرمون السيروكسين زي الحالة المرضية المعروفة باسم التضخم والتضخم في منه نوعين التضخم البسيط أو ما يسمى الجويتر البسيط والتضخم البسيط بيحصل بسبب نقص إفراز هيرمون السيروكسين والتضخم الثاني هو التضخم الجحوزي أو الجويتر الجحوزي وده بيحصل بسبب زيادة إفراز هيرمون السيروكسين التدخم أو الكويتر البسيط بيحصل بسبب نقص إفراز هيرمون السيروكسين نتيجة نقص اليود في الغذاء والمية والهوى والعلاج بيكون عن طريق إضافة اليود إلى الملح والأغذية المختلف التدخم البسيط بيحصل بسبب نقص بسيط في إفراز السيروكسين إنما لو حصل نقص حاد في إفراز السيروكسين بسبب مثلاً خمول الغدة الدرقية أو بسبب تأثير في الغدة النخمية فما تفرس هيرمون TSH بمعدل طبيعي في الحالة دي بيحصل حاجة اسمها المضاعفات النتيجة عن نقص الحاد في إفراز هيرمون السيروكسين ومضاعفات النقص الحاد في إفراز السيروكسين بتختلف على حسب المرحلة العمرية النقص الحاد في إفراز السيروكسين في مرحلة الطفولة بيسبب مرض اسمه القماعة والنقص الحاد في إفراز السيروكسين في البالغين بيسبب مرض اسمه الميكسوديما أعراض مرض القماعة الناتج عن النقص الحاد في إفراز السيروكسين في الطفولة بيتلخص في ثلاث حاجات أول حاجة بيأثر على النمو الجسمي فالجسم بيكون قصير والرأس بتكون كبيرة والرأبة بتكون قصيرة تاني حاجة بيأثر على النطق العقلي فبيسبب تخلف عقلي وتالت حاجة بيأثر على النطق الجنسي فبيسبب تأخر النطق الجنسي لكن لو قدر لطباء أن هما يوصلوا للمشكلة ويعالجوها قبل ما الطفل يوصل لمرحلة سنتين بيتم حل المشكلة والطفل يعيش حياته بشكل طبيعي لكن بعد السنتين المشكلة بتفضل معاه على طول تاني حاجة مرض المكسديما المكسديما قلنا أنه بيحصل بسبب نقص حد في إفراز السيروكسين في البالغين وأعراض المكسديما بيكون فيه جفاف في الجلد وتساقط الشعر وهبوط في مستوى التمثيل الغزاء لدرجة أن الشخص ما يقدرش يتحمل البرودة وبيحصل زيادة في وزن الجسم لدرجة السمنة المفرطة وبيحصل نقص في ضربات القلب لأن السيروكسين بيأثر على معدل ضربات القلب وكمان الشخص بيحس بالتعب السريع وبيتم علاج المكسديما بهرمونات الغضة الضرقية أو مستخلصاتها وذلك تحت إشراف طبي متخصص نيجي بعد كده للتدخم الجحوزي أو الجويتر الجحوزي واللي السبب هو الإفراط في إفراز هرمون السيروكسين أعراض التدخم الجحوزي بنلاحظ تدخم من غضة درقية وانتفاخ الجزء الأمامي من الرأبة مع جحوز العينين وكمان بيحصل زيادة في أجسادة الغزاء لدرجة عدم تحمل الفرض للحرارة وبيحصل نقص في وزن الجسم وبيحصل زيادة في معدل ضربات الغل وتهيج عصب وعلاج التدخم الجحوزي بيتم من خلال طريقتين أول طريقة بيتم عن طريق استثار الجزء من الغضة الدرقية والطريقة الثانية بواسطة استخدام مركبات طبية خاصة الغضة تجارات الدرقية عبارة عن أربع أجزاء من فاصلة كل اتنين منهم موجودين على كل جانب من جانبي الغضة الدرقية على السطح الخلفي وظيفة الغضة تجارات الدرقية هو أنها بتفرز هرمون البراثيرمون وهرمون البراثيرمون بيكون لدور مهم بالاشتراك مع هرمون الكالسيتونين اللي بتم إفرازه من الغضة الدرقية في الحفاظ على المعبدل الطبيعي لمستوى الكالسام في الدم بحيث أنه لما نسبة الكالسام بتنخفض في الدم الغضة تجارات الدرقية بتزود إفراز هرمون البراثيرمون علشان يزود الكالسام في الدم عن طريق سحبه من العظام ولما ترتفع نسبة الكالسام في الدم الغدة الدراقية بتزود إفراز هرمون الكالسيتونين علشان يسحب الكالسام من الدم ويرصبه في العظام وبالتالي لما يحصل زيادة في إفراز هرمون البراسيرمون بسبب ارتفاع نسبة الكالسام في الدم نتيجة سحبه من العظام وده بيؤدي إلى هشاشة العظام وتعرضها للإنحناء والكسر بسهولة وعلى العكس لما يحصل نقص في إفراز هرمون البراسيرمون بيسبب نقص في نسبة الكالسام في الدم وبيسبب سرعة الانفعال والغضب والثورة لأقل سبب وبيحصل تشنجات عضلية مؤلمة بسبب نقص نسبة الكالسام في الدم لأن الكالسام العضلات بتستخدمه في الإنكباض والإنبساط فلما يحصل نقص في الكالسام العضلات مش بتلاقي كمية كالسام كافية علشان تنقبض وتنبسط بشكل منتظم فاللي بيحصل هو تشنجات عضلية مؤلمة أهلاً وسهلاً بيكم في المختصر المفيد في الفيديو ده نتكلم عن الغدتان القذريتان واللي اسمهم أدرينا الجيلاندس واللي بيكونوا موجودين فوق الكليتين وبالتالي بيطلق عليهم اسم الغدتان فوق الكلوية أو صبر أدرينا الجيلاندس والغدتان القذريتان بيكونوا معرفين باسم غدتين الانفعال كل غدة قذرية بتكون موجودة فوق إحدى الكليتين بتتكون كل غدة منهم من جزئين مختلفين من الناحية التشريحية والناحية الفيسيولوجية الجزء الخارجي بيطلق علي اسم الكشرة أو كورتيكس والجزء الداخلي معروف باسم النخاع أو المضاملة هيرمونات الكشرة اللي بيحفز إفرازها هو هيرمون اسمه ACTH أدرينا كورتيكوتروبك هيرمون وده هيرمون بيتم إفرازه من الفص الأمامي للغدة النخامية دوله إنه بيحفز كشرة الغدة الكذرية على إفراز هيرموناتها إنما اللي بيحفز نخاع الغدة الكذرية هو الجهاز العصب السمساوي بيحفزها بشكل لا إراضي في حالات الطور وبالتالي بتختلف الهيرمونات اللي بتفرزها الكشرة عن الهيرمونات اللي بيفرزها النخاع أول حاجة هيرمونات الكشرة كشرة الغدة الكذرية بتفرز العديد من الهيرمونات بتكون معروفة باسم مجموعة الاسترويدات واللي بيتم تقسمها لثلاث مجموعات المجموعة الأولى بتكون معروفة باسم مجموعة الهيرمونات السكرية والمجموعة الثانية بتكون معروفة باسم مجموعة الهيرمونات المعدنية والمجموعة الثالثة بتكون معروفة باسم مجموعة الهيرمونات الجنسية مجموعة الهرمونات السكرية بتشمل كل من هرمون الكورتيزون وهرمون الكورتيكوستيرون ووظفتهم هو تنظيم أيض المواد الكربائدراطية في الجسم والكربائدراط بيشمل كل من السكريات والنشويات وبالتالي الهرمونات السكرية بتزود نسبة السكر في الدم وكمان من المعروف أن هرمون الكورتيزون بيكون ليه وظائف عديدة داخل الجسم البشري غير أنه بيعمل على تنظيم أيض المواد الكربوهدراطية في الجسم وإنتاج الجلوكوز منها الكورتزون برضو بيعمل على تحفيز إنتاج الجلوكوز من مواد غير كربوهدراطية من خلال أنه بيحلل البروتنات والدهون وبعد كده بيحول نواتج عملية التحلل ده إلى جلوكوز غير أن هيرمون الكورتزون بيكون ليه تأثير مضادر للتهاب ومصبت لجهاز المناعة نجي بعد كده لمجموعة الهيرمونات المعدنية واللي بيكون منها هيرمون الألدسترون وهيرمون الألدسترون بيشتغل على الكليتين وبيكون ليه دور هام في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم لأنه بيساعد على إعادة امتصاص الأملاع زي مثلا امتصاص السوديوم والتخلص من البوتاسيوم وبالتالي دوره هو أنه بيعلي نسبة السوديوم في الدم وبيقل نسبة السوديوم في البول وعلى العكس في البوتاسيوم بيقل نسبة البوتاسيوم في الدم وبيعليها في البول وبالتالي بيناستنتج أنه في حالة زيادة إفراز هيرمون الألدسترون بيرتفع مستوى السوديوم في الدم وبيقل مستوى البوتاسيوم والعكس بيحصل في البول عند زيادة إفراز هرموني الأندسترون بيزداد مستوى البوتاسيوم في البول وبيقل مستوى السوديوم في البول نيجي بعد كده للمجموعة الثالثة من هرمونات الكشرة وهي مجموعة الهرمونات الجنسية والمعروفة باسم الأندروجينات ودي هرمونات بيكون لها نشاط مشابه للهرمونات الزكري اللي هي التستسترون والهرمونات الإنسوية اللي هي الاستروجين والبرجسترون اللي بيتم إفرازها من الغدد الجنسية المتخصصة ولو حصل خلال ما بين توازن الهرمونات دي والهرمونات الجنسية اللي بيتم إفرازها من الغدد المتخصصة بيحصل شوية مشاكل في الشخص زي مثلا ظهور صفات وعوارد الزكورة في الإناس البالغة وظهور صفات وعوارد الأنوسة في الزكور البلغية وبيحصل دمور في الغدد الجنسية في كلا الجنسين نيجي بعد كده ليرمونات نخاع الغدة الكزرية وقلنا اللي بيحفز الغدة الكزرية على إفراز هيرموناتها هو الجهاز العصبي السمساوي في حالات الطوارئ زي مثلا التوتر والانفعال والخوف والغروب وهيرمونات النخاع بتشمع كلا من الأدرينالين والمعروف باسم الإبنفرن والهيرمون التاني وهيرمون النور أدرينالين والمعروف باسم نور إبنفرن والاتنين معروفين باسم هيرموني النجدة والطوارئ والهيرمونين دول بيكون لهم دور حيوي في حالة الطوارئ بهيس إنهم بيساعدوا على زيادة نسبة السكر في الدم عن طريق تحلل الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات ويحولوه إلى جلوكوز وبيكون متخصصين أكتر مع الجلايكوجين اللي بيتم تخزينه في العضلات وكمان بيساعدوا على زيادة قوة وسرعة انكباد القلب وكمان بيزودوا من ضغط الدم وطبعا في حالات الطوارئ الجسم بيكون محتاج لكمية طاقة أكبر علشان تكفي الطاقة اللي بتحتاجها العضلات اللازمة للانكباد وبرضو الجسم بيستعلك كمية كبيرة من الأكسوجين فاللي بيحصل هو إن المخ أول ما بيحس بالخطر الجهاز العصبي السمساوي بيبدأ إنه ينبه نخاع الغدد القذرية على إفراز هرموناتها وهم الأدرينالين والنور أدرينالين واللي قلنا عليهم هرموناي النجدة والطوارئ نخاع الغدد القذرية بيفرز هرموناي الأدرينالين والنور أدرينالين استجابة لحالة الطوارئ فاللي بيحصل بعد كده هو إنه قوة وسرعة انكباد القلب بتزيد والجلايكوجين المتخزن في الكابد والعضلات بيتحلل ويتحول إلى جلوكوز ويصل إلى مجرى الدم وبعد كده ضغط الدم داخل أوعاية دموية بيرتفع ويرتفع نسبة الجلوكوز في الدم البنكرياس بيعتبر من الغدد المشتركة اللي بتجمع ما بين الغدد القنوية يعني بيكون لها إفراز خارجي والغدد اللا قنوية اللي هي الغدد الصماء اللي بيكون لها إفراز داخل الدم وده بسبب أن البنكرياس بيصب إنزيماته الهاضمة اللي بتفرزها خلايا حويصلية مهبودة في البنكرياس إلى داخل الإصنع عشر عن طريق القناة البنكرياسية وبيفرز هيرموناته في الدم مباشرة من خلال خلايا غدية صغيرة متخصصة بتكون معروفة باسم جزر لانجرهانز يعني كده البنكرياس بيتكون من نوعين من الخلايا خلايا حويصلية بتفرز الإنزيمات الهاضمة أن بيصبها بعد كده في الإصنع عشر علشان تيضم الطعام وبيتم نقل الإنزيمات الهاضمة من البنكرياس إلى الإصنع عشر عن طريق القناة البنكرياسية علشان كده بنقدر نقول على البنكرياس غدة قنوية والنوع الثاني من الخلايا هي خلايا غدية متخصصة معروفة باسم جزر لانجرهانز على اسم العالم اللي اكتشافها جزر لانجرهانز بتفرز الهرمونات في الدم مباشرة علشان كده بنقدر نقول على البنكرياس أنه غدة صماء وطالما بيجمع ما بين الغدة الصماء والغدة القنوية يبقى يعتبر البنكرياس من الغدد المختلطة الخلايا الموجودة في جزر لانجرهانز بتتميز لنوعين من الخلايا النوع الأول اسمه خلايا ألفا والنوع الثاني اسمه خلايا بيتا خلايا ألفا بيكون عددها وليل وبتفرز هيرمون اسمه هيرمون الجلوكاجون والنوع الثاني من الخلايا اسمه خلايا بيتا وبتمثل العدد الأكتر في خلايا جزر لانجرهانز وبتفرز هيرمون الانسولين قلنا أن خلايا ألفا بتفرز هيرمون الجلوكاجون واللي دوره أنه بيعمل على رافع تركيز سكر الجلوكوس في الدم من خلال تحويل الجليكوجين اللي متخزن في الكبد بس إلى جلوكوس وحنا عارفين أن الجليكوجين بيكون متخزن في الكبد والعضلات هيرمون الجلوكاجون بيحول الجليكوجين المخزن في الكبد بس إلى جلوكوس وخلايا بيتا اللي عددها أكتر بتفرز هيرمون الانسولين اللي دوره هو أنه بيقلل تركيز سكر الجلوكوس في الدم وبيكون عن طريق حاجة من اثنين أول حاجة بيحفز أو بيساعد مرور السكريات الأحادية وطبعا معادة الفراكتوز من خلال غشاة الخلية إلى داخلها وبيحفز من أكسادة الجلوكوس في الخلايا وأنسجة الجسم المختلف تاني حاجة بيحفز لها هيرمون الانسولين هو أنه بيتحكم في العلاقة بين الجليكوجين اللي بيتم تخزينه والجلوكوس اللي بيكون منفرد وموجود في الدم بحيث أنه بيحفز تحويل الجلوكوس إلى الجليكوجين علشان يتم تخزينه في الكابد والعضرات أو ممكن يحول الجلوكوس إلى مواد دهنية بيتم تخزينها في أنسجة الجسم المختلفة يبقى كده اللي بيحول الجليكوجين المخزن في الكابد إلى جلوكوس وبيرجعه للدم تاني هو هيرمون الجلوكاجون اللي بيتم يفرزه من خلايا ألفا وبالتالي يدوره أنه بيعلي نسبة السكر في الدم إنما اللي بيني للجلوكوس من الدم للخلية وبيحفز من أكسادة الجلوكوس وبرضو بيحفز تحويل الجلوكوس إلى جليكوجين أو الدهون هو هيرمون الإنسولين اللي بيتم يفرزه من خلايا بيتا وبالتالي دوره أنه بيقلل من نسبة السكر في الدم هيرمون الإنسولين بيعمل على مرور السكريات الوحدية من الدم لداخل الخلية بما فيهم الجلوكوس لكنه مش بيني للفاركتوز إنه هو سكر الفواكه الفاركتوز بيمر لوحده من غير أي إنسولين وهو الغذاء اللي بتتغذى عليه الحيوانات المنوية وبالتالي الإنسولين مش بيشارك في تغذية الحيوانات المنوية نقص إفراز هيرمون الإنسولين بيؤدي إلى حدوث خلل في عيده كل من الجلوكوس والدهون في الجسم وبيسبب مرض معروف باسم البول السكري أعراض مرض البول السكري اللي بيكون ناتج عن نقص الإنسولين في الدم بتتمثل في ارتفاع نسبة السكر الجلوكوس في الدم على المعدل الطبيعي وكمان بيكون فيه تعدد التبول والعطش بسبب وبوض سكر الجلوكوس في البول لأن لما بتزيد نسبة الجلوكوس في البول بتزيد أزموزية البول وبالتالي بيحتاج أنه يمتص مية كتير من الدم فبيسبب خروج كميات كبيرة من المية مع البول وبالتالي بيسبب العطش وآخر حاجة خالص في عراض مرض البول السكري هو إصابة مرض السكر أحيانا بغيبوبة السكر ومرض البول السكري هو مرض شائع بيتميز بارتفاع مستوى الجلوكوس في الدم وبيتم تأسيم مرض البول السكري إلى نوعين على حسب سبب ارتفاع سكر الجلوكوس على المعدل الطبيعي النوع الأول وهو الأقل شيوعا والأكثر خطورة وبينتج بسبب أحد أمراض المناعة الزاتية بحيث أن الجهاز المناعي بيهاجم خلايا بيتا في جزر لانجهانز وبيضمرها وبالتالي بيقلل من مستوى الانسولين في الدم أو بيتوقف إفرازه تماما إبقى النوع الأول مشكلته في خلايا بيتا يا إما كانت شغالة وبتفرز انسولين عادي ومرة واحدة وقفت بسبب أحد أمراض المناعة الزاتية أو ممكن يكون الطفل مولود بيها مش شغالة أصلا وفي حالة النوع الأول بيتم العلاج بحقن المريض بالانسولين وبيتم حقن مريض السكر بالانسولين ومش بيتناوله عن طريق الفم لأن هرمولي الانسولين بيتكون من بروتين فلو تم تناوله عن طريق الفم هيتعرض للهضم بوسطة انزيمات هضم البروتين الموجودة في المعدة والأمعاء قبل ما يوصل للدورة الدموية والنوع الثاني من البول السكري وهو الأقصر شيوعا والأقل خطورة وعادة بيظهر في الأشخاص بعد سن الأربعين والأشخاص اللي بيعانوا من السمنة المفرطة وفي النوع ده بتكون خلايا بيتا سليمة وابتنتي كميات طبعية من الانسولين بس المشكلة في أن الجسم مش بيكون قادر على استخدام الانسولين بشكل فعال والاستفادة منه والحالة دي بتكون معروفة باسم مقاومة الانسولين يعني الخلية مش بتقدر أن هي تستقبل الانسولين علشان يساعدها على مرور الجلوكوز من الدم إلى داخل الخلية أهلا وسهلا بيكم في المختصر المفيد في الفيديو ده نتكلم عن الغدد التناسلية أو ما تسمى المناسل مبدئيا بس أحابب أعكد أن الفيديوهات اللي بتنزل هنا على قناة المختصر المفيد بتاخد وقت ومجهود ضخم جدا علشان تظهر بالجودة دي فما تبخلش بتعليه كويس شجعني أني أشعر المزيد من الفيديوهات وبرضو شارك الفيديوهات مع أصحابك علشان الكل ليستفيد وتبقى ساعدتني في نشر المحتوى ده من الفيديوهات الغدد التناسلية في الإنسان بتشمل كل من الخصية في الزكر والمبيض في الإنسان الوظيفة الأساسية للغدد التناسلية هو تكوين الحيوانات المنوية بالنسبة للزقور وتكوين البويضات بالنسبة للإنس والوظيفة التانية للغدد التناسلية هي أنها بتفرز مجموعة من الهرمونات الجنسية الهرمونات دي بتنقسم إلى نوعين النوع الأول هو الهرمونات الجنسية الزكرية والنوع الثاني هو الهرمونات الجنسية العنسوية الهرمونات الجنسية الزكرية معروفة باسم الأندروجينات وبتشمل كل من هرمون التستسترون وهرمون الأندرستيرون والهرمونات الجنسية العنسوية بعضها بيكون معروف باسم الأستروجينات وبتشمل كل من هيرمون الاستروجين أو ما يسمى الاستراديول وهيرمون البروجسترون وبرضه من الهيرمونات الجنسية الانسوية هيرمون الريلاكسين بس الأول الغدد التنسلية علشان تقدر تفرز هيرموناتها بيحصل لها تحفيز أو تنبيه من المايسترو اللي هي الغدد النخمية الجزء الغدي في الغدد النخمية واللي بيتكون من الفص الأمامي وفصتها صغير كده اسم الفص الأوسط بيفرزوا مجموعة من الهيرمونات اسمها الهيرمونات المنبئة للغدد الهيرمونات المنبئة للغدد دي بتشمل الهيرمونات المنبئة للمناسل اللي هي الغدد التنسلية واللي اسمها جناد تروبيك هورمونز الهرمونات دي بتنبه أو بتحفز الغدد التنسلية على القيام بوظائفها وبالتالي بتختلف في وظيفتها على حسب الجنس الهرمونات المنبهة للمناسل بتشمل كل من الهرمون الأول هو الهرمون المنبه لتكوين الحويصلة واللي اسم FSH اختصاراً لفوليكالستيميولاتينج بهرمون والهرمون الثاني اللي هو الهرمون المنبه لتكوين الجسم الأصفر واللي اسمه LH وده اختصاراً لمصطلح لتوريزنج بهرمون هرمون الFSH في الأنسة بيعمل على نمو الحويصلات في المبيض ويحولها إلى حويصلة جراف وهرمون الLH في الأنسة بيحفز تكوين الجسم الأصفر إنما هرمون الFSH في الزقر بيساعد على تكوين الونيبيبات المنوية واللي دورها تكوين الحيوانات المنوية في الخصية وهرمون الLH في الزقر مسؤول عن تكوين الخلايا البينية في الخصية ومسؤول عن تنبيه الخلايا البينية لإفراز هرمونات الزكورة اللي هو التستستيرون والأندروستيرون اللي لسا ألين عنهم دلوقتي نرجع تاني كده للغدد التنسلية واللي بتفرز الهرمونات الجنسية وأن الهرمونات الجنسية بيبقى فيه هرمونات جنسية زكريا وهرمونات جنسية أنسعية والهرمونات الجنسية الزكريا واللي معروفة باسم الاندروجينات هرمون التستستيرون وهرمون الأندروستيرون وبيكون مكان إفراز الهرمونات الجنسية الزكريا من الخلايا البينية في الخصية وعرفنا الهيرمون المسؤول عن تنبيه الخلايا البينية في الخصية وهو هيرمون الـ LH وظيفة الهيرمونات الجنسية الزكارية هو نمو البروستاتا ونحوي صناطين المنويتين اللي بيكونوا وسؤولين عن تغذية الحيوانة المنوي ده غير ان الهيرمونات الجنسية الزكارية بتكون مسؤولة عن ظهور الصفات الجنسية السنوية في الزكر الصفات الجنسية السنوية في الزكار زي تضخم الصوت وظهور الشارب والليحية وكبر حجم العضلات بالنسبة للهيرمونات الجنسية الانسوية واللي بعضها بيكون معروف باسم الاستروجينات وبيشمع كلا من الاستروجين أو ما يسمى استراضيول والهيرمون التاني وهو البروجسترون اللي بيحصل كده في الانسة بالترتيب هو ان هيرمون الـ FSH اللي بيتفرز من الفصل امامها الغدة النخمية بيعمل على نمو الحويصلات في المبيض ويحولها الى حويصلة جراف حويصلة جراف في المبيض بتفرز هيرمون الاستروجين أو الاستراضيول وهيرمون الاستروجين دوره انه بيعمل على ظهور الخصائص الجنسية السنوية في الانسة زي كبر الغدد السادية وتنظيم الطمس اللي هي الدورة الشعرية نرجع تاني للغدة النخمية واللي بتفرز الهيرمون التاني وهو هيرمون الـ LH لما بتكبر حويصلة جراف وتنفجر بيتكون الجسم الاصفر واللي بيحفز تكوينه هيرمون الـ LH الجسم الاصفر في المبيض والمشهيمة في الرحم بيفرزه هيرمون البروجسترون اللي دوره انه بينظم الحمل بحيث انه بينظم التغيرات الدموية في الغشاء المبطن للرحم علشان يجهزه لاستقبال البويضة المخصبة وزعها فيه وكمان بينظم التغيرات اللي بتحصل في الغدد السادية أثناء الحمل وبالتالي هيرمون البروجسترون هو الهيرمون اللي بينظم دورة الطمس بعد الحمل وبيسبت الحمل الهيرمون التالت والأخير من الهيرمونات الجنسية الانساوية هو هيرمون الريلاكسين واللي بيتم إفرازه من الجسم الأصفر في المبيض والمشهيمة وبطانة الرحم هيرمون الريلاكسين بيزيد إفرازه عند نهاية فترة الحمل لأنه بيعمل على ارتخاء الارتفاق العاني لتسهيل عملية الولادة وبرضو قلنا إن كشرة الغدد الكسرية بتفرز مجموعة من الهيرمونات بتكون معروفة باسم الاسترويدات من ضمن الاسترويدات بيكون في مجموعة الهيرمونات الجنسية ودي بتكون هيرمونات ليها نشاط شبه الهيرمونات الزكريا اللي هو التستستيرون والهيرمونات الإنسوية اللي هو الاستروجين والبرجستيرون اللي بيتم يفرزها من الغدد الجنسية ولكن الهيرمونات دي بيتم يفرزها من كشرة الغدة القذرية ولو حصل خلل ما بين توازن الهيرمونات دي والهيرمونات الجنسية المفرزة من الغدد المتخصصة اللي هي الغدد التناسلية بيؤدي إلى ظهور صفات وعوارد الزكورة في الإناس البلغة وظهور صفات وعوارد الهموسة في الزكور البلغين ده غير إنه ممكن يحصل دمور في الغدد الجنسية في كلا الجنسين وده في حالة حدوث تورم لكشرة الغدد الكذرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة